موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقائق الإخبارية أهلا بكم أعلن الجيش الوطني اليوم إحباط محاولته تسلل لبيليفية الحوثي جنوب وغرب مدينة تعز وقال المركز الإعلامي لمحاولة تعز أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من إحباط محاولته تسلل لبيليفية الحوثي الإرهابية غرب وجنوب تعز وضع المركز الإعلامي لمحاولة تعز في بيان إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة الأحطوب بأطراف جبل حبشي غرب تعز بالتزامن مع صد محاولة مماثلة في جبهة الأقروض بمدرية المسراخ جنوب المدينة شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الروكن صغير بن عزيز بالتصدي الحازم والقوي من قبل أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات للممارسات العدائية التي تقوم بها ميليشيات إيران الحوثية ذلك خلال ترأس اجتماع موسع ضم رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورؤساء العمليات في قطاعات المناطق العسكرية الثالثة والسالسة والسابعة وبحضور قائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي المقدم محمد بن سعيد الزهراري أعربت المملكة الأردنية عن أسفها لعدم تمديد الهدنة في اليمن والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إن الهدنة ساعدت في التخفيف من معاناة الشعب اليمني مؤكدا دعم بلاده لجهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعية المعتمدة ويضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام أكد المرصد الوطني للألغام يوم أمس مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار ألغام حوثية متفرقة في محاوظته صنعة والحديدة وقال المرصد الوطني إن صخر علي محمد الشليف وعبد الخالق عبد يحيى فرحان قتل نتيجة انفجار الألغام أرضي في منطقة بران بمدرية نهم شرق صنعة أعلنت البحرية الملكية البريطانية يوم أمس إحباطها عملية تهريب مخدرات في بحر العرب تزيد قيمتها عن 15 مليون جني هسترليني وأقل موقع بي بي سي عربي إن قوات البحرية البريطانية عثرت على مئة الكيلو جرامات من المخدرات في عملية استغرقت 6 ساعات نفذها طاقم الفرقاطة HMS Monitorose أكد باحث يمني متخصص في الآثار وجود قطع آثارية تعود لتاريخ اليمن القديم معروضة في متحف بيروت ضمن قطع سورية وعراقية وقال الباحث عبد الله محسن في منشور على صفحته بفيتس بوك إن تمثالا رائعا من المرمر يعود للقرن الثالث قبل الميلاد بالإضافة إلى شواهد جنائزية ومباخر وغيرها عرضت في سبتمبر 2018 بفتحف نابو في بيروت دعت بعثة الاتحاد الأوروبي ميليشيات الحوثي إلى وقف حكم الإعدام بحق الصحفيين الأربع المختطفين في سجونها منذ العام 2015 وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمنهضة عقوبات الإعدام إن أربعة صحفيين يمنيين يواجهون الحكم بالإعدام بسبب مهنتهم قالت مصادر مطلعة إن قيادة جماعة الحوثي خصصت ما يزيد عن ثمانين مليون ريال لشراء ألعاب وأعيرة نارية وأطنان من الإطارات التالفة لإقامة احتفالات بالمولد في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بالإضافة إلى المبالغ التي تمت جبايتها من المواطنين والتجار والشركات التجارية وأكدت المصادر للشرق الأوسط أن مليشيات الحوثي عبثت بالمال العام باسم الاحتفال بالمولد النبوي وفي وقت يعاني فيه الأهالي من أزمات حادة في الموارد والخدمات الأساسية وفي ظل انقطاع رواتب الموظفين العموميين منذ ست سنوات قالت مصادر محلية إن عصابة حوثية اعتدت على منازل مواطنين ومزارعهم وأحرقت متاجر لهم في محافظة إبه وأوضحت المصادر أن العصابات الحوثية قامت بتخريب منازل ومزارع وممتلكات المواطن محمد سعيد الحماني وأولاده القابعين في سجن الميليشيات بمدينة إبه وعشارت المصادر إلى أن العصابة الحوثية قامت بإحراق متاجر تابعة لأبنائه بما فيها من مواد وسلع تجارية وأثاثة أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي 5219 انتهاكا بحق القطاع الصحي والمستشفيات والعملين في المجال الصحي خلال الفترة الزمنية من يناير 2018 وحتى مارس 2022 وقالت الشبكة في تقرير إن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر الكادر الطبي والمصعفين والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري والاعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات نظم التجمع اليمن الإصلاحي بوادي حضر موت لقاء جيل التأسيس للأوائل المشاركين في تأسيس الحزب بمديرية وادي حضر موت وقال أمين الإصلاح بوادي حضر موت الدكتور حسن باسواد إن ثمار البذرة التي وضعها المؤسسون للحزب ضاغرة للعيان اليوم في المجال السياسي والدعوي والتعليمي والنقابي أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدات للجيش الجيبوتي في منطقة جارة بيتسان شمال البلاد وأسفر عن عدد من الضحايا والجرحة وأكدت وزارة الخارجية وقفها وتضامنها مع جمهورية الجيبوتي إذا أكل ما يهدد أمنها واستقرارها وجددت موقف الجمهورية اليمنية الرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أقامت السفارة والجالية اليمنية في برلين حفرا خطابيا وفنيا بهيجا بالذكرى الستي لثورة السادس وعشرين من سبتمبر وذكرى التاسعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر وأشار القائم بأعمال السفارة لؤي الإرياني إلى أن تحديات الأمس ممتدة إلى اليوم وأن الشعب اليمني سينتصر لكرامته وجمهوريته لا محالة وقال الإرياني إن الجالية اليمنية في ألمانيا مصدر فخر واعتزاز بما تقدمه من نموذج مشرف لليمن أقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اجتماعا مع قيادة الوزارة ولجنة الإعداد لتحضير الاحتفالات بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وأشدد وزير الإعلامي على ضرورة الإعداد والترتيب الجيد الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة الغالية على قلوب اليمنيين ويجسد الاعتزاز بمبادئ الثورة المجيدة والوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم في سبيل التحرر من الاستعمار وأكد وزير الإعلامي على أهمية هذه المناسبة الوطنية وما تحمل من معاني ودلالات تاريخية باعتبارها امتدادا لنضال يمني طويل ضد الاستعمار والاستبداد التقى وزير الداخلية اللوار روك إبراهيم حيدان اليوم في الرياض بوفد من السفارة الأمريكية لدى بلادنا برئاسة الملحق الأمني بالسفارة دايفيد شات وناقش اللقاء التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهرب السلاح عبر المياه الإقليمية وإمكانية التنسيق لتدريب وتأهيل منتسب وزارة الداخلية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك واستعرض وزير الداخلية لأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية نظم البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المواقعة عدن اليوم فعالية علمية مكرسة للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية الفعالية تاتي هذا العام تحت شعار خدمات الصحة النفسية بين الواقع والمأمول ويشارك فيها أكثر من خمسين مشاركا من مديري مكاتب الصحة بالمحافظات ومنسقي البرنامج في المحافظات المحررة ومديري عموم مستشفيين الصحة النفسية بعدا وتعز قال محافظ المهرة بأن مركز الملك تلمان له إسامات كبيرة في عدة قطاعات في المحافظة جاء ذلك خلال لقائه بمدير مكتب مركز الملك تلمان للإغاثة والعمال الإنسانية بمحافظة المهرة المهندس عبدالله مساعد العنقري حيث تم مناقشة سير العمل في المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان بالمحافظة شاد محافظ المهرة بدور مفوضية الكشافة والمرشدات ومشاركتها الفاعلة باحتفالات الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي يقيمت في محافظة مارب مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للمفوضية وتقديم التسهيلات الممكنة لما من شأنه الارتقاء بنشاطها ومهامها للأفضل مواجها باعتمار ميزانية تشغيلية شهرية لمفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة إضافة إلى التوجيه بشراء حافلة نقل دعما من السلطة المحلية لتسيير أنشطتها الكشفية المختلفة نهاية الموجز الأخباري في هذه الدقائق شكرا على حسن المتابعة نستودعكم الله اشتركوا في القناة